من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال منشور انتشر واشتهر جدا على صفحات الفيسبوك وللأسف اشتهر معاه اللغة أو الآراء اللي كانت حواليه خاصة على صفحات الآئمة والدعاء أو أي حد نشره واللي كان واضح أن آراء الناس كانت متضربة في أمر المفروض أنه هو من أمور الدين أنا أحمد فوزي إمام ومحاضر بأمريكا ودي صفحتي ولو أنت جاي بتسمع الفيديو ده أو متابع صفحتي علشان تسمع اللي يجي على هواك فأنا بقولك اتفضل سيب الفيديو ده واطلع على صفحة اعمل أنفله لأن في الغالب مش هتسمع كلام يجي على هواك من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال الراجل ببساطة كتب قيمة المنقلات وكتب فيها الكلمتين دول طبعا الناس دخلت واللي قال ده أنت راجل ظالم وناس دخلت وقالت ده أنت راجل محترم وناس دخلت وكتبت كذا وكذا وكذا في حين أن احنا تناسينا أن في أمر الزواج في شرع بيحدنا وفي أمور المفروض أن احنا نكون عارفينها السؤال هنا هي الراجل ده كتب حاجة حلال ولا حرام بص يا بطل وبص يا بطلة عشان نعرف الحكاية دي لازم تعرف شوية نقاط كده خاصة إحنا كمصريين لازم نعرفها لأن بصراحة إحنا ما نعرفش حاجة عن الزواج كل اللي نعرفه نعرف عنه أنه هو عرف معين عشان كده لازم تعرف إيه هي شروط الزواج أنت حبيت واحد أو أنت حبيت واحدة والمفروض أن أنت طبعا هتتجوزوا وهتبنوا بيت وهتبنوا أسرة والمفروض أن أنتم بتحلموا ناس كتير بتحلم أنها تبني بيت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله لكن للأسف بيبدأوا بطريقة لا دينية مش هقول علمانية لا اسمها لا دينية أو دي التسمية الصحيحة أو أنهم بيبعدوا بكل ما يفعلوا عن دين ربنا سبحانه وتعالى ولو سألت أي حد بقولك إيه هو ده احنا بنتجاوز كده من زمان على كده طب مش تعرف القصة؟ أول حاجة أو النقطة الأولى اللي أنا حابة بقولها لك أن الزواج ده له شروط ما تخدنيش بعيد عن الأيمة أنا جاي لك والله العظيم في الأيمة اللي أنت تكلمت فيها لكن النقاط دي لازم أنت تكون عارفها قبل ما تعرف موضوع الأيمة أول حاجة أن أنت لازم تعرف إيه هو شروط الزواج أنا عشان أتجوز أنا مفروض يبقى عندي زوجين وشاهدين وولي للبنت البكرة أو اللي ما تجوزتش خالص قبل كده أو أول مرة تتجوز وصيغة للعقد ده مأزون مفيش مأزون هو ده الزواج الشرعي أمال إيه اللي إحنا بنكتبه في المحكمة أو بنعمله في المحكمة ده التقنين بتاعه عشان الناس ما بقاش ذمامها أو ما بقاش عندهم ضمير فكان لازم يجي لنا القانون اللي يحض أو يحض الناس دي كلها ويقول لهم أنت عليك كذا وانت عملت كذا وانت جوزت وانت ما ينفعش تتنصل من الناس دي أو تنكر ولادك انت قريدي جوزتها من يوم كذا وطلقتها في يوم كذا والحاجات دي عشان كده بنقول لازم تقنن أو لازم تتكتب بعد ما يتم الزواج أو الطلاق الشرعي اللي بيه بيد الزواج أو بالطلاق بينتهي الطلاق الشفعي بينتهي الزواج دي الحاجة الأولى اللي انت لازم تعرفها طب الحاجة التانية احنا بنقول أن المرأة آه ثانية واحدة أنت ما تكلمتش هي مش من شروط الزواج الأيمة والمهر لا يا حبيبي تعالى بقى للحاجة التانية اللي انت لازم تعرفها أو يا حبيبتي لازم تعرفه الحاجات دي ان احنا عندنا في حاجة اسمها حقوق الزوج والزوجة يعني ايه حقوق الزوج والزوجة يعني الزوج له حقوق والزوجة لها حقوق الزوج ببساطة له الطاعة وله عند بعض الأئمة له الخدمة وله التأديب ده عند بعض الأئمة وهنتكلم فيها بعيدا بقى عن آراء مشايخ اليوتيوب وبعيدا عن آراء الناس اللي بتتكلم بما يتناسب مع الجمهور أو يناهض الجمهور أو بيبغوا بيها الله أعلم لكن هنتكلم فيها شرعا ايه اللي ليهم وايه اللي عليهم وايه تفسير الآيات اللي بنتكلم فيها في يوم من اليام إن شاء الله لكن دلوقتي إحنا عندنا بنقول إن الزوج له الطاعة وله الاستئذان في بيته والآئمة بعض الآئمة أو الفقهاء قالوا إن له كمان له الخدمة والتأديب دي نبقى نتكلم فيها لأنها آراء للجمهور طب الزوجة ليها ايه؟ الزوجة سيدي ليها رقم واحد المهر رقم اتنين ليها النفقة رقم تلاتة ليها السكن تاني المهر والنفقة والسكن والإعفاف أربع حاجات مهر سكن نفقة والإعفاف الإعفاف اللي هو الشق الجسدي اللي هو متجاوز عشان تبقى عفيفة مش متجاوز عشان هو يعني يعاشرها بنزاجه ويسيبها في الوقت اللي هي محتاجة فيه فدي نقطة برضو ممكن نتكلم فيها في وقتها النقاط الأولى دي بقى مرتبطة ببعضها التلات حاجات دول مرتبطين ببعضهم هي لها نفقة وسكن وإيه؟ ومهر طيب الآئمة برضو فين من الكلام ده؟ مفيش حاجة في الشرع يا حبيبي اسمها آئمة الزوج في الإسلام هو اللي بيقوم بكل الحاجات دي هل أنا لما ذكرت حقوق الزوج كتبتلك أن الزوجة لها أن تفرش له المطبخ؟ مفيش الكلام ده عندنا في الشريعة وللأسف الأمور دي مستحدثة في مصر لضيق الحال تاني الأمور دي مستحدثة في مصر لضيق الحال أو في بعض ما عفقدش أن فيه بلد تانية بتعمل كده غير مصر الحكاية وما فيها أن فيه واحد راح لواحد ربنا مقدره شوية والراجل ده فقير لكن هو عايز يعف بنته أو يجوز بنته فبيقول له والله يا ابني أنت هتجهز لي البيت بكام؟ قال له والله يا عمي أنا هعرف أجهز لك بيتك بعشر قرش قال له يا عمي ودي كمان عشر قرش من عندي يبقى احنا كده النص بالنص بس ما تقولش الحد ويبقى أنت كده زي الفل والحاجات دي دين عليك يبقى سدهم لفيما بعد قعدت تنتشر الحكاية دي عشان الناس تستعرض الجهاز والعفش والخمستاشر عربية بالعفش والثمانين ألف فوطة اللي داخلين والخمستاشر ألف ميلاية اللي طالعين والثلاث غسلات والخمسين لابتوب والتلفزيونين والحاجات اللي أصلا بيخزنوها فمخزن بعيد عن الشقة عشان الشقة مش مقضية كل الاستعراض ده ملوش دعوة بالشرع طيب برضو إيه حكاية الأيمة؟ ما أنا هقولك بقى العرف بقى بعد كده الناس بدأت تعمل الحكاية دي مع بعض لحد ما أصبحت عرف مع الجمهور كله هل العرف ده يتطابق مع الشرع لأن الأعراف احنا بنعمل بيها شرعا لو تطابقت مع الشرع لو الشرع أقرها لكن اللي احنا فيه ده ملوش دعوة بالشرع لا من قريب ولا من بعيد طيب برضو ما قلت ليش الأيمة دي حلال ولا حرام؟ مدام هو خلاص هم ارتضوا أنه هو الراجل العريس قبل على نفسه أنه هو يتجوز بالشراكة مع أبو العروسة وأبو العروسة عايز يصرف على جوز بنته أو على بنته عشان تتجوز أقول لك بص يا سيدي وببساطة أول حاجة أنت لو جالك عريس فقير وعايز تخليه جاي كده هو راجل عريس فقير لكن أنت عايز تخليه يجيب لبنتك اللي طلع من الجامعة بمقبول يجيب لها شقة بنص مليون ويفرش لها عفش بمئتين ألف ويجيب لها دهب بـ 300 ألف يبقى أنت راجل بتفكر بطريقة خاطئة جدا أنت من البداية شايف أن الراجل ده فقير وانت بتبص في الزواج أو هي بتبص للزواج بنظرة مادية يبقى الراجل ده ما ينفعكش وبلاش النقطة الشوي أنت راجل بتدور على واحد عنده مال روح تدور على الراجل اللي عنده مال مدام إحنا بعيدنا عن شرع ربنا سبحانه وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أنا مفروض أتباهى أن أنا جالي واحد حافظ لكتاب الله أنا جالي واحد عنده علم شرعي أنا جالي واحد متدين أمشي بين الناس وتباهى مش أروح أقول والله ده أنا عريس بنتي عنده عربية SUV وعنده فيلا في الحتة الفلانية وفي الآخر يمرمطها لأنه ما يعرفش ربنا الأيمة يا عم الشيخ أقولك بقى خلينا أقولك الأيمة لو تم الاتفاق ركز معايا بقى عشان تعرف الأيمة وهي دي خلاصة الفيديو لو تم الاتفاق على إن أبو العروسة هيجيب للعريس نص الجهاز أو ربع الجهاز أو خمس الجهاز دي بنية الندادين أو بنية المساعدة كدين يبقى أهلا وسهلا يدهاله والراجل ده يكتب قائمة منقولات تم شراءها عن طريق الزوجة إحنا بنتكلم في الشرع مليش دعوة بالعرف عن طريق مين أبو الزوجة وتبقى دين من الزوج مش للزوجة وإنما لأبوها أوليها أو إذا كانت هي اللي اشترت للي اشترى يبقى دي دين هو بقى عايز يهديها لبنته ويقول له والله دي هتبقى دين عليك لبنتي يبقى يكتب في قائمة المنقولات إنها دين لمين لبنته طيب جبهاله عشان هو راجل محترم وابن ناس وهيحافظ على بنته وقال له والله دي مساعدة مني ليك وأنا أعرف ناس كده يعني أعرف واحد الراجل جه دفع مهر لبنته وبالمناسبة المهر بيتحسب إزاي المهر يا جماعة له حسابات بسيطة جدا ما بيقدرش برقم يعني رقم واحد ده ممكن المهر يبقى عشرة جنيه وممكن يبقى عشرة مليون دولار دي بترجع للعروسة وده من تكريم ربنا سبحانه وتعالى ومن تكريم الإسلام للمرأة هي قالت والله أنا رضي بيه لأنه راجل محترم فلي يجيبه فلي يجيبه خلاص قالت لأ أنا عايزة مهر المثل ده شرعي خلاص بيجيب لها زي بنت عمها اللي هي من نفس الجمال ونفس التعليم أو حد في نفس المستوى وبيجيب لها زيها هي ناس بقى طمعين وعايزين يسلخوا العريس وياخدوا آخره خلاص الموضوع بالتراضي هو ده المهر طيب أنا الراجل اللي أنا بقول لكم عليه راجل بسم الله ما شاء الله عليه يعتبر مليونير بناته بسم الله ما شاء الله على قدر كبير جدا من التعليم والجمال جالهم العريس دفع المهر البسيط والعريس هو اللي بيجيب الشقة كاملة بما فيها كل حاجة وعايز أقول لكم يا جماعة أنها كان يعني الناس دي أنا أعرفهم شخصيا واحدة من بناته بيتها أول بيت عملته مش تمن قضة نوم عند حد في الأرياف البيت كله بيجهازه لكن ربنا سبحانه وتعالى طبعا أغضق عليهم من نعمه فيما بعد أو في مدة قصيرة طيب جاب لها المهر بعد كده جاب الخادل العروسة عنده خلاص أهلا وسهلا انتهى الموضوع جي أبو العروسة عمل كده بقى راح جايب له هدية قال له والله بص أنا جايب لك أجهزة كذا وكذا هدية وجايب لك المطبخ هدية وجايب لك كذا يا ابني وأنت بتجاهز ما تجيبش الحاجات دي هدية ده من حق أن يكتب من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال فمدام أنت ما تعرفش الراجل ده كتب ليه وما تعرفش إيه نوعية العريس ده ما تحكمش على العريس إنه زيك ولا تحكم على أبو العروسة على إنه زيك سواء بقى أنت نظرتك للدنيا مادية أو طمع أو معرفتش تختار لبنتك وعندك مشاكل طبعا أنا عارف إن الناس كتير فيه متضايقة وبتقول دي حقوق لا دي مش حقوق الحقوق ما أقرها الشرع والحقوق اللي إحنا مفروض نتكلم عليها إن انت تختار لبنتك عريس كويس وتكون معاها في الاختيار مش أي حد معادي ياخد بنتك ويبهدلها وإن انت تختار إنسان محترم يحفظك ويبني معاك بيت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله أرجع تاني وأقولك إن المشكلة عندنا إحنا مش عند ربنا سبحانه وتعالى إحنا اللي تناسينا الشرع وتناسينا كيفية الزواج الشرعي وروحنا للأعراف بتاعتنا اللي للأسف ودتنا في دهيا إحنا اللي بقينا بدل ما كنا بنتباهى بأمجدنا وبدنا وبالعريس المتدين بقينا بنتباهى بالعريس اللي عنده عربية مش عارف نوعها إيه واشترى لبنتي إيه وجاب لها شبكة بالشيء الفلاني واخدها بعد ما تجوزها وبعدين جرجرها على المحاكم ودينا هنطلع عين أهله هنعمل فيه واحد واثنين وثلاثة لو إحنا بنتقى الله والناس كلها بتتقى الله والعريس بيعمل اللي عليه وما بنقولوش لا أنا عايز كذا وبنتشرط عليه هو من البداية على قدنا بنقبله ومش على قدنا بنقوله والله يا ابني ربنا يسهلك هيبقى لما نشوف المنشور اللي مكتوب عليه من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال هناخده ببساطة جدا وهنقول ربنا يكرمهم ويتمم لهم بخير أنا أحمد فوزي ودي قناتي يسعدني متابعتك السلام عليكم ورحمة الله